هتفضل مصر والمجموعة العربية بتقوم بخطواتها شديدة الأهمية وشديدة التأثير أنا عايزك تتذكر إذا كنت بتتابع مبارح الجلسة العامة الطريقة للأمم المتحدة فيه كام كلمة اتقالت وارجع لتقريبا أظن كانوا 120 دولة اللي وفقوا على قرار أو اللي رجحوا وقفوا وقفوا إطلاق النار في القطاع أعتقد أنه على الأقل 90% من المتحدثين كانوا يذكرون الدور المصري صراحة اللي هو إيه اللي هو أن احنا عاوزين نوصل إلى عملية سلام شاملة وعادلة نهائية قائمة على ما قبل 4 يونيو 1967 زي ما كنت بقولك دي وجهة النظر المصري انظر إلى الوضع في مصر جيدا عندما تجد الدولة والشارع لتنين بيتكلموا نفس اللغة وقفين في نفس دات المربع مصر زي ما قال الرئيس النهاردة دولة قوية جدا جدا ترجمة نانسي قنع